ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم في قصر القضيبية نعم وفي بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقر إقامة جلالته في أبو ضبي بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي تم خلاله تأكيد الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى تقديم الرعاية والخدمات لحجاج مملكة البحرين بما يسهل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر منوها سموه في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تبدلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في رعاية حجاج بيت الله الحرام ثم أكد المجلس على ما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من تكريس للعدالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص والمتابعة المستمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك في سياق تنويه المجلس بما تحققه مملكة البحرين من إنجازات وتقدير دولي لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر ومن بينها المحافظة على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية لإسكانية واستعرضت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في هذا الصدد بما حققه معرض التمويلات الإسكانية من نجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه بعد ذلك هنأ المجلس خريجي كلية البحرين للمعلمين الذين تخرجوا مؤخرا معربا المجلس عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الكلية وجميع منتسبيها على جهودهم التي أثمرت عن إقامة أكبر حفل تخريج في تاريخ الكلية ثم هنأ المجلس رئيسة وأعضاء مجلس إدارة نادي النجمة وأفراد فريق كرة اليد بالنادي بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الأندية الآسيوية الخامسة والعشرين لكرة اليد كما هنأ رئيسة وعضاء مجلس إدارة نادي المنامة ولاعبي كرة السلة بالنادي بمناسبة فوزهم ببطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة وأشاد المجلس بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون في الناديين وتحقيقهما لهذين الإنجازين المشرفين الذين يضافان لإنجازات الرياضة البحرينية بعدها قرر المجلس سوميالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن استراتيجية تطوير كلية البحرين التقنية بوري تيكنيك البحرين والتي تحتوي على عدة محاورة تستهدف تطوير الأفراد والمهارات بالإضافة إلى مضاعفة عدد المقاعد الدراسية المتاحة وتوفير البرامج في جميع محافظات المملكة مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن عدد من الإجراءات الخاصة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج مراجعات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 والمبادرات الخاصة بذلك ومستهدفاتها والتي تندرج تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم في مجالات تشريعات البناء ورقمنة عمليات البناء والتخطيط المكاني بين وزارة الشؤون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط المكاني والبناء في جمهورية سلوفاكيا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إطار العمل في مجال التعليم الصحي والتدريب والبحث العلمي بين المستشفيات الحكومية وجامعة البحرين والذي بمجبه سيتم السماح لطلبة جامعة البحرين بالتدريب في مرافق المستشفيات الحكومية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بما يلي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى الجمهورية الإيطالية نتائج اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول خليج العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية المشاركة في اعمال الدورة الحادية عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي نتائج زيارة سعادة وزيرة التنمية المستدامة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نتائج المشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ترجمة نانسي قنقر